السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات المغرب أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا واحد السيد في السينات من عمره كان حادر منه واحد الغرب هذا الرجل كان مزوج وعنده ثلاثة الأبناء الكبير فيهم سميته موصيف ووجوج ابنات الكبير فيهم سميته سلمة وصغيرة سميته عزيزة هذا الرجل كان ابناتهم رايحة غرفة الدار من بعد ما خرجوا من دراسة رايحوا غرفة الدار من العلم أنهم يخدموا أو يكملوا قرائتهم هو يرى هذا الرجل يرى أن المرأة تزوجها لا يوجد البنت التي يتخدمها لا يوجد البنت التي تقوم بها من غير شغالته على الدار وأنها تزوج لا يوجد البنت بقوا عيشها بغير في الدار مرايحات كي يعاونوا الأم في الشغالات يتسخروا هنا يمشيوا هنا يمشوا العائلة وما إلا ذلك بينما الابن الكبير دياله اللي اسم دياله موصيف كما قلنا كان معاونه في فلاحه مرا يخدم أبوه مرا يخدم على البراني المهم قاعد الغرض موصيف مكلا مزوج له في الفلاج اللي ساكن في هذا الرجل مع أولاده كان هنا هو فرنسي هو برعته طبيعا عندهم واحد لا يوجد تضايعة ولكن غير صغيرة واحد من المنبت هذا المنبت صابق هذا الفرنسي هو الفرنسي ما كانت موقعه متما في صفيفه دائما كان يأتي غير في الصيف او العطرة دياله او مناسبه معينة يأتي تقضيفه واحد الوقت معين هذا المنبت الفرنسي سيأتي واحد نار واحد شخص اسمه مربوح هذا ليس من الفلاج وانما جاي من الفلاج آخر بعيد جاي سيفطه ربما لا يوجد واحد سيفطه الفرنسي لأن الفرنسي كان خاص وشي واحد يقابل لذلك المنبت وذلك الضعاف الغياب دياله جاي عنده مهم عرف بأن هذا الفرنسي عرف بأن مربوح هذا بأنه فلاح وكيفان فاتش دال النباتات وكيفان فاتش دال المنابيت وما إلى ذلك صافي عرفه امين وراجل بعقله كل الفوق أعطاه السورتات وقال لي أنت قابل لها المنبت وبقى فالضيعة اللي حتى نحن نجيه كل صيف او لكل عطلهم اللي غد يمغيون نجيه ونعلموك وكيف صيف طليه الراتي دياله ولا شهر قل لي صافي الله يضي قل لي وانت اللي بويت تزوج اخذ راحة تزوج وانت اللي بويت تزوج لا تبقى بارك في الضيعة وانما اخذ واحد الضعر كنت غير صغيرة احد المنبت تايدي الفرنسي يقول الله يشزق بخير مشال فرنسي صاحب الضيعة وصاحب المنبت هو مراته في حالاته يبقى هذاك مربوح هو المقابل هذي المنبت ومقابل هذي الضيعة وما يدريك تعرف في الفيلاج ومربوح وحد الشاب اللي وانقي وشاب الذي يدخسه رأسه، ما هو الصداع، ما هو البليا، ما هو التشعج خيبة هذا مربوح هذا، وخوة شاب، سيجعل صداقة مع أب ذلك للبنات سلمة مازيزة، سيجعل صداقة بحكم أن الرجل الستيني سيجعل الشباب الذين يكونوا يمتعقون الله، يخافوا الله، وليس يجعل التشعج خيبة شاب راجل بعقله، وقدام الحمد لله، مع مرشا غير التشعج اقترح لي، اقترح لي، اقترح لي أنه زوجه واحدة في بناته وقال لي زوجك الصغيرة فيهم، وهي عزيزة قال لي الله يودي، أنا كنعرفه، كنعرف والدك، كنعرف العائلة ديالك، الله يجزيكم بخير صافي وافق، طيب الحال وراء شاف البنت وافق، صافي جاب والدي هذك مربوح، مشال الفيلاج في مكان حادر جاب والدي جاء وشافه البنت، خطبه البنت، دارو خطوبها رسمية وجاب عنده الدار، صافي لأنه سيسكنها في ذلك الضيعتها الفرنسي المهم، ما هو الحياة اللي يزوينا؟ هذ مربوح بأمراته عزيزة؟ كما قلنا عزيزة هي الصغيرة، السلمة هي الكبيرة، وليش الراجل عطاه هذي عزيزة ومعطاهش السلمة ليه الكبيرة، ما علينهش هنا عاش معنا تقريبا واحد العام ما كاملش، العام ما دارش عليهم تقريبا، اشو هذي وقع؟ هنا هذ مربوح أحد نار قد يمشي المنبت، يقابل في لحة دياله، ومهم دار نظر هنا ورجع لقد دار خاولها، ما فاتشه واحد، مراته ما كينهش، هذات ورقاتها التوبوتية، لا كارت وما إلى ذلك، هذات حويجاتها، جمعاتها هكها، هذات المتعلقات الشخصية ديالها، وزارت قلته انا اتفاجئ، في الأول وقال 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 وقتها عند دار والديها، وقال وقال واحد خطاف، وقال وقال عندهم في اللقاء، وقال لي، ما عزيزة لا جيته؟ قال لي لا ولي لا عجزة ما جيتش شايرا دي بقى جيت وقال لي عمير العجوبية رد براجيت من الخدمة هنا لقيت دار خاوية أنا قلت وقلت لها غضبات مني او لقد قلت لها و جيت عندكم ساعدة بتومك تقول لي انها ما جيتش ما يمكنش ان الاب تشوش هو وولده هذا كموصيف جاء وكيقلب على البنت يعني جاء محيطة ذلك من البنت الماء هنا 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 ودقول شي واحد شايفة ذلك عزيزة ام تخرجت ام تجيت لان البيض يراكم معارفين يعني رأى واحد بعيد للاخر عن السيدة هربات السيدة هربات فيه مشات الله اعلاب هنا كل شيء يقلب عليها صار هنا الاب مع الراجل وديروا بحث في اتائلة عنده جذر مياه جذر مياه في الصراحة شكو في الراجل مربوح لانه دي براجل شكو في الامر ديه وقالوا ربما يكون صفارة ودير لاش حاجة وديرين التمثيلين خاوية جول من بيت قلبه مزيان قلبه الضهر قلبه الضيعة قلبه هنا 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 في كتيف مشيتي فين جيتي جميع التفاصيل وهل ما لقاوه تشي حاجة المهم عرفوا مربوح لحد الان بانه رمع عنده التشع على قبل الاختفاع تعال زوجة ذي له الغمض ديروا واحد البحث اللي فايت عيله لودد السيدة هذي ليه عزيزة في مشات الله ولم لماذا شهربات الله ولم بوشك اتماعها في مشاكل الاتيذي وبزعف هذا المرة في مشيت المهم قد نخليوا هذا المربوح كيقلب عمرته ونخليوا الوالدين تعزيزة واخوها كيقلبوا عليها في الفيلاج وجه درميتها وما كيبحتوا وقد نتعقلوا لواحد الفيلاج كيبعد على هده وكان يتعقلوا بشي ميتين وشي حاجة ميتين كيلومتر وشي حاجة يعني واحد المسافة اللي يبعد بزاف واحد السيد هذا السيد هذا كان كان يكري الديور يعني عنده مش هو كيكري الديور عنده الديور لا هو كان تمصار كان تمصار كيعرف الناس اللي عندهم الديور وكيكريهم كيكريها تقريبا نهار أسبوع وكيكريها عادية بزافة دائما يعني هو كيكتصمصار في هذه الشيئة للكرة الديور قد يأتي عنده واحد السيد هذا السمصار قد يأتي عنده واحد الشخص الاسم له أحمد هو والزوجة دياله هذا أحمد هذا كيعرف السمصار كيعرفه مزيان صاحبه شحام نعم ولكن هو شحام قشافه السمصار الذي يأتي عنده أحمد صاحبه عن قوس الملك يدير المهم ويقول لها ماذا تكون السيدة؟ قل لي أنت تزوجني؟ قل لي أنت تشوف تزوجنا وكذا قال لي المهم أنا دبراً يباقي وعرف كيكتصمصار في هذه الشيئة شاهدينه ومؤمنه على الصداع المشاكلي وما إلى ذلك قل لي كينا موجودة هذا الدار الذي سيعطيك هي حدايا هذا السمصار يكون في واحد دار وانفاس معه قبلته واحد دار سفلية كانت معروضة لكي رأمو الله بغيها تكرار سوف يرى الدار هذا الدار التي ستكرار هي الأولانية قل لي أن تكون ممولة ممولة صاحبي وانت صاحبي سوف ينهرسوا لي في الكرة والله ما فيك التقليل الله يجزيك بأخير أعيط على موضة دار دار ما أقل السيدة لكن أعرفه كده كده هو مراته ومزوجين أعطاها الدار يعني أعطاها اللي بواحدة تعملي واقع ناقص بزاف بحكم أن السمصار يعرفه مزيان مازيان يدخل وديك السيدة يعني يحمد دخله هو مراته مازيان الموهم من بعد ما يكروهط أولا السمصار يتلاقي مع ذلك يحمد فلقه يجمعه لا يحمد فلقه يغيب ويجمعه تقريبا شهير بحكم أن يحمد دار ومزوجه يحتوي على نار هذا نار يكون السمصار جائي جائي للمرة صلاة العشاء وهذه الوقاية تكون ضلمة خاصة هذه البلاسة من فعل البولات الأول جاء الدار دخل دخل ريح شعله قاره وبدأ يكمي فيه لحظة ملاحظات يسمع الغوات ويسمع الضاجج بحل ما يخصم مع مراته أو صوت مرأة أو شيء مهم هنا قال هذا سيكون حمد مع مراته شوف ماله معه لا تسوق الأمر قال لا يوجد راجل مع مراته لا توقع هنا واحد لحظة الغوات لا تقع هذا لوقاية تقريبا واحد واحد الساعة ويخرج وقف قدام الباب فيما أنه ماما أو ولكن عندده غير واقف ثم فهو يرى أخرج من الدار أخرج وهرب هاذ يوض على أنه ماهل من الأن يقف لها فهو يرى يدفع ماهو حدوغ بالدرض سي vuelta إلى الدار فتريتا أن تكونوا حدوغ موقع دخل لك لأنه يريد أن يدخل المرأة مهما يحرفos ان يرى مالها ماهو حدوغ وريد أن يحرر فتريتا أن يدخل محلولا دخل ولكن يبدوا مالية وراء الحمد ويجعل مقتولة على الحساب السينارو لقد قلت لكم بانا رجلة ورقتلها ماليناش نتخلع الرجل امشي اعلم اعلم اجا دار مياه اجاو اجا دار مياه في البلاسة اجاو عاود اليوم كما عاودنا لكم انتو مائيب انهورا كعرفة السيد حمد صاحب وشحر هدي ووجاق هو مراتو كري اللي مدوا له هدي واشنوقع واشنوقع ذلي له هدي بانهو سمعت الساعة خرج في الاول ما انتابهش ريو حتى الساعة معاك خرج كيشوف حمد هربان خرج من دار ديالو وها الساكو ومشاق جيت بوين نعرف نفسر من المراش نواقع بالضبط لن نكون ندخل بخيط بيض وشحاجة لقايت السيدة مقسولة بشي تعلمتكم حيث الشيليكين هنهي جزار مياه طابي لحق غد يقول وراجلها ولا يقسلها طابي لحل مازيان هل حسب هاتشي هده اللي سمعنا هذة المره هدي قسولوا هذك السمسار جزار مياه واشكس عرفها قل لي وانه هذة المره لا اعرف هاش انا اعرف حمد راجلها يجاق كما قلت لكم وقال لي هذة المره مراتي انا استقربت انا اعرفه منزوج مواله ولكن قلت صافي وانه ربما منزوج ندخل راسه السكن هنا يشهر لحساب واقعات الواقعات هذي حمد صاحب اتعرفه في كي سكن كنيته وكذا ما اعرف له كنيته لا تشعاجه ولكن اعرفه في كي سكن نقدر نضيكم لحساب الدوار لكن حاضر منه انا اعرفه تمام مازيان سوف نوصلوا لي عن طريق السمسارات سوف نرى الهوية هذه السيدة التي تقول انها مراته قلبه 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 اشنو كيلقاه كيلقاه الكارت ناتيونال اديالها وكيلقاه اوراق تبروزية اخرى ولكن عقد الزواجر لا يوجد ما كانت هذا كانت تسيدة الله ربما ما مراته كانوا مجابه حتى كمول الدار سووله وقالوا لي كيف نتملك الكريتيلة شفتي اخي الزواج كريتيلين بيكون اضرع اعطوك البطائق الوطنيين لهم لا انا استمسار كان اعرفه ضمنهم لي مجابه قاموا يگر راحنا بالمزوجين هولا المزوجين سوطلع هي هذه العزيزة اللي تكون حربات مربوحة من المعلومات الزوجات هاي هدى سوف تكون مراته السيدة طلعت بانها حربات من حمد وكراو هنا هنا جدرمية باش عارفوها باش عارفواها لانهم اللي مشاو بحثو عليها لأنها دبارة ضحية لدينا لقاوها عائلة ديري الله بحث لبائت عائلة لأنها هربات من عند راجلها هذا الشيء اللي عرفوها أصبع ممزوجة ما هو البيض حمد هذا يعني هي هربات معاية السيد حدها مزيان طاحت وصبناها عايطوا على والدها وعايطوا على عجلها شافوها في المساودة البلد الأموات تأكدوا بأنها رهية هذا البنت اللي حنا كنقلبه لها و هربات بدون إخبار حتى شيء واحد عاية لقاوات مقتولة هنا ّ لكن الشخص اللي شعر بات معاهى هو موقعاما معروف عليه بأ نوعا هو إنقل حمد لأقل له والأ أكثر زي دس مصر sides iPhone الدّوار اللي كان حاضرر من دفع هذا حيات المدى أجدهم الدوار اللي كان حاضر من دفع هذا هذا حمد هذه الدوار اللي كان حاضر منه مس finish حدير من دفع底 عزيزة بنياتهم غير دفع من swamp ولا خلال إلى خلال إلى المسافةライ inherЭ أو ما حدريت عميد هم باي قد يحضروا حمد ويشدوه يقولون انت قتلتين مرأة ويأتي هنا والراجل شافك يعني السمسهر شافك خرشي وهذا واحد صافي دك ودردكسي عايطلك ما تسنطيش لي غاد يلقاه تقوية تقتل ماجا يعني اليوم الأول اليوم الثاني تقتل مع العشية تقتل مع العشرة تعليل شكون قتله خوه أنور كل شايف الدور يقولوا بأن أنور قتل خوه حمد لماذا قتله وشنو ملابسات القادية قبل أن رجعوا لهذا الرجعوا للضحية الأولى هذيك عزيزة عزيزة قال الطبيب الشرعي بأنها تعرضت الخنق شي واحد خنقها بقوة لحتى توفات وأنها قاومات القاتل ولكن كان قوة منها أقتل ومعايش قتله الطبيب قال اليوم تقريبا معجوه ما بين تسعود لعشرة نعار تلتاش شهر نعار تلتاش شهر ما بين تسعود لعشرة تعليل وهذا هو الزمن تقريبا حمد خارج من الدار وهو هربان تقريبا تقريبا معجوه العشرة ونصب المكاك خرج من وراء السمع خرج حمد الساكو وهربان المكاكو ضعج من النظام ونحضر القناة تقتل نهار 13 يعني تقتل نهار 13 تلتاش عشرة تعليل ونصب المكاك ونصبت نهار 14 معجوه العشرة الحداش تعليل ونعود الى الدوار طب الى حال بل انا قلت لكم بأنه في مصرح الجريمة لم يكن تقتلات البنت هذه الأزيزة رمال قبل اعطر لدليل لا تتعلم شيئا ومشطوالو ونعلم شيئا ونبسيتنا السمصار وقال لهم أن انا سمعت صداع ومن او رأي خرجت باني هذا أحمد رأي هربان وهذا شيء يقدم ويأتي نتيجة واحدة بأنه أحمد هو الذي يقصد السيدة أخر ونعود الى الدوار لماذا قلنا هذا أحمد قتل أخوه؟ أسيدي هذا أحمد كان يتواعد مع هذه الأزيزة يمشي أجمع هذه الصريحات الآئلة مع أحمد يعني أبو وإخواته والناس المعرفين وعرفوا أن أحمد كان يعرف هذه الأزيزة قبل أن تزوج مربوح وكان يبغيها وكان يبغيها وبغي أن يتزوجها وما إلا ذلك أيضا كذلك أخضرت ويحبوا حتاقت زوجات بيه هربت بعد أن تتلقى مع ذلك هذا الحمد مرة مرة قرروا أنهم يهربوا يفجأوا هنا في هذا الفلاج أكراو وقدموا نفسه لهذا السمسار الحمد على أنها مراته هي مراته مواله مزيان هنا الهائلة تحمد عرفوه بأنه هرب مازي زقلي يقلبوا له في الدوار وضربوا الطم أخوه أنوار لم يحمد رأسه وقال كيف سيدة مزوجة وخوه لا يسوي وقال هربان مع مرمجة كان يريد وكان يريد زوج ولكن سيدة مزوجات سوف يقلب له أعطاء التسعة مفعيل مواله من هو أنوار قتلت عزيزة أجل الدوار يعني عنده والديهم واباهم تخاصم مع أنوار تخاصم مع أنوار تشابكوا بالأيدي تضربوا بها هذي قلت لي ليس 13 بالليد قلتها مع راجل مواله وحربت المرأة وخلتها راجلها مسكينة وخلتها والديها ورصهم في تراب ومقادن في المشتماع وسط الدوار تحمل مسؤوليتك تضربوا بها والمضاربة شهدت الدوار كاملة تقريبا كل شيء عارفوا بأن أنوار دابز مع أخوه ولكن تقريبا الأغلبية لا يعرفوا السبب عليها غير العائلة المقربة والأصدقاء المقربين الذين يعرفون أنوار أحرب معزيزة اليوم ما سيقع؟ اليوم سيأتي بشهود يقولون في القهوة القهوة تلك الدوار أو فيلاج هنا سيأكدون على أنوار هنا في القادية كان مريح هذا أحمد كان مريح في القهوة مريح في القهوة مريح تماما وكان أخوه أنوار تنوش ويها ثاني فكوهم لأنه كان أنوار هذه الحجرات والشير عليه والأخر فكوهم فكوهم ليس أنوار وليس أحمد اليوم الموالي تسمع بأن أحمد تلقى مقتول وهي نفس الطريق الذي يدوز منها من القهوة للدار وهي قتله أنوار والموصيب كان لعب ثاني هو أن العائلة تشهد في أنوار بأنه قتل أخوه خوتوه خبتاتوه بمبوها قتلتها مسخوت والدين كذا الله يلقى لي هذا هو قتل أخوه سافي هناك أنوار شد براسه وقال لي أنا قتلتوش ولم يحملتوش يهرب على المرأة مزوجة وكذا كان كواعدة ولكن مليت زوجين يقلب على العائلة التساع أنا قتلتوش ولم يحمل الكتصرف لدار ولكن أنا لا قتلتوش هناك أنوار أنت رأيك شافوك الناس شافوك الناس في القهوة كنتم رايحين يمجوش بكم ماشي معه في الطابلة هو مرايح في قنط ونتم رايح في قنط حجرة فيها الدم كبير والحجرة وقوة ضربت بها على رأسه والله يستر رأسه ما علينا ما علينا ماشي قال لي أنت أتبعته وقتلتين مفيك أحد الذي سوف يكون أصفالي ماذا سوف يكون وقال لي ما عليك هو أخوه أخوه عزيزة ماذا يعني أخوه عزيزة و أتبتها يعني التالية وأنه راكت حربات المحمد وسوف يصفالي ماذا ؟ أجي أخوها هذا المنصيف أبوها تأخذها الله أكبر سلمة ما عدنا باندي رباحي يا أمها غير هاتجوش هاتجوش وراجل عزيزة حتى ويته وداخل دائرة الشك منسوش راجل عزيزة طب الحلم اللي غدي عرف بأن بأن مراته حربت مع أحمد غدي قرأنا وصفى لها وصفى لها الحمد هذا خاصة نحقه معهم كاملين أول واحد غدي بدأوا بيه والأب ديال عزيزة سولوه قيلوه يقول لنا واشتك تعرف بأن بنتك عزيزة كانت تعرف هذا أحمد ضحية ديالنا قال لي وفي الأول ما كنعرفش ما كنعرفش مأكد شوية زيروه شوية جزارمي وقلي ما كنعرف هناك العلمي بأن هذا العلمي بأنه تخرج بعدك حماد وانه بغيته شكور راجل هاتشي ليس بني بأن يدك مربوح تشيز عنده وقلت ليا ستزوج بنتي هاتشي ليس هو قطار صغيرها أما هو نورمال موري سيقتر عليه الكبيرة. مازيان. سوف يقال لهم أن نزوجها لهذاك وتهنيت. لا أعرف كيف هو واقع. وهم لا يظنون أنه سيكون هربا هذا المسؤول والدين. هل يمكن أن يكون هناك جريمة؟ دابة البوليس أو الجدار الميع أو فون. سيبحتوه على نهار 13 أو 14. سيجيبون لنا حجز غيب. لماذا؟ لأن الضحية مقتولة في بلاسا. والآخر مقتول في بلاسا. سيقسل العزيزة. يجب أن يسافر. المسافة كبيرة جدا. و أقصى أو لأدنى مدة سيسافر بها. في الكار والطانوبيل. و أحد خمسة سواية أو أربعة سواية مثل المكاك. أرلي و الروتور. يعني لا يجب أن يكون المسافة كبيرة جدا. الأب العزيزة. قالوا أنك تغير هناك. جاء بما يفيد بأنه كان يغير سمك. هناك ابنته و هناك مراته و يشهده. و يجب أن يرى أصحابه مع يدارك. مزيان. يجب أن يجب أن يكون مربوحة. رجل عزيزة. قالوا أنك سوف تكون صفيتها للمراتك قبل منه. أتعرف. قال لي من لا. في كثير نهار 13-17. قال لي ما يكتغير في الدار. كيف يكتغير في الدار. لا يوجد شيء. قال لي ما يكتغير في الدار. أنا من وراء ما حربت للمرأة. والذي كنت سمع لحضرها. بأن المرأة لي حربت للمرأة و أحد. و أخلت للمرأة و كاعدة و كاعدة و كاعدة. أحبت إلى الظهر بأنها أسمى أحمد الله. لا تأتدتم ألم. طوال هجبها لي للمرأة. هذا خبار كنت تتعرف أريد و أخرى. أعلم أن أخبروا مرة لهم المدادة. لذلك لا تصرف بأس ذلك. لا تصرف بأس ذلك. لا تصرف بأس ذلك. لا تصرف بأس ذلك. ومعندوا شيئا او تاني يكدينو من نفس القواعدية ذلك ايها باقرينها اخوها وهذا كم منصف قاله او او ايش بزيف هذا المنصف يكون حقدت لخطو صفى عليها وقد يصفى الى هذا الحمد هذا الذي كان السابف انو هرب خطو وادى هالوجهة مشهولة وشاوا عندو قال لي يقول لي نتياجه فيه كتن هار 13 14 قال لي من هار 13 14 انا انا اقتف احد كان يسرق على مغير صغيرا كان يقوم بها أنه يفلح فيها أو حدها أو ما إلي ذلك كان لدي الواحد السيلي باسليه كان مقيم في المدينة كان يعطي عليه كي قابل حملات كل شيء الكلار ودوه على ما إلي ذلك قالوا لي كنت تغير بوحدك قالوا لي لا ما كنت تغير بوحد كانت معي واحد البنت آآ مزي يعن دبا باش نفيدتهم علي خاصة ويقولينا ما كان معه؟ كانت معي واحد البنت اسميتها باهيجا هذه باهيجة لم يزوجها به مواليه بنت دوار تماما اذا لم ينفذته معه يجب أن يرى أحد ابنتها تخبيها و تسل و تهرب و تسل حقا ما حقا قال لك موعدة بالزواج و تريد زوج بها و يبغيها و ما الى ذلك جاءت باهيجة بطبيل الحال والدي أستغل الخبار و أخوته و تشوهات في الدوار ولكن هذه الشهادة خاصة تدلي بها قلت لي ما سيدي نهار 13-14-15 أنا كنت معه تماما في ذلك الفيرما كان نحربي و و اخرج بليل و اللعنة ما تقريبا على السباح و دوي و الى نهار من الحال اختيت معه تلك اليامات كامل للمهم اللعنة أو اللعنة لا يصبح مخاطر مفقا لغير اطار الشبهات من المهم هنا و من ما الذي يفيد فهو خارج اطار الشبهات يبغى المشبه فرق انوار قتل أخوه و أخوه هو احمد هو القتل عزيزة هذا هو السيناريو تقدم أنور العدالة ومفصالحة نياب العامة حالته القاعدة التقيق قاعدة التقيق حاله الاعتقال الاحتياطي لأن الأدلة لا يوجد اعترافه ويقومون بحكامه يقولون أنه الضارت منها حقيقتان ولم يحملتك تصرفه ولم يقلته ما هو له ما هذا يوقع؟ تقريب أن تدوز شخص غير ثلاث شهر ثلاث شهر بالضبط هذا المنصف لكن كما قلناك أنك يعرف هذه البنت باهيجة والأخ دي العزيزة ونسيبها كمربوحي هذا المنصف سأعلن الخطبة على واحد البنت بنت دوار ولكن لا يوجد باهيجة بنت أخر باهيجة ولم يحملها كيف سيد أنا معيها 4 سنين وكما يأتي عندك وشوهت مع والدي ودارنا وكل شعار ما يزوج بكم ولم أعلم أنه وقلتني وخطبت أخر قلت له مفعيل ما قاله هذا المنصف يقول له تشلكين أنا أنت ما نقدرش نزوج بك موهم أنا ما نزوج بك أنت فاعلة وتاركة وكذا وكذا وبدك يقدف فيها وبدك يقدف فيها وقلت لي بنت اللي ما تزوجش بيها يعني شكرا يزوج بيها خاصة أنه تشهرات معها في الدوار بحكم هذه الفضيحة لوقعات وكذا شكرا يزوج بها من القبيلة شكرا يقبل عليها شكرا يقبل عليها شكرا يديها ستكون لديها غير منطقة لأنه لا يزوج بها لن يعرفها كانت تشهرات هادث وغير تزوج بها لا يمكن لديها 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 لن تسمحوا لي بصافي أنا كنت أظن أنه رجل ستزوج بيها ساعة من الأخوة بيها صابت أنه أنا أخوي بيه مازيان كيف أعطيتهم كيف أعطيت الجزارة أعطيتهم تذاكر الكار فيهم النهار و تاريخ و ساعة الإقلاع وما إلى ذلك يعني تذكيرها 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 من هذه المدينة التي تسقطها فيها وتذكيرها ومشى نهار تناش نهار تناش وإمتى يأتي سيأتي الليلة 13 وصابة 14 يعني قبل أن يقتل هذا المدينة كان هنا في الفلاج ووجع و أرجع لهم هذا المدينة نهار الثلاث لم يكن لديه ومشى اللحظة الأحتكيبة مع أن أخرج من الكثير لم يكن ومخلوع وجوه صفر و في حالة يرتالها قلت لي مالك 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 ماليش أدخل حتى شلعبات ومنهم هذا تذكر ذلك مالك مالك ومالك أعرفت أن البنت مات وما إلى ذلك أرجعت و هزيت وكتدي كثير كثير وضربت أعرفت أم الفعل قاس وحتفظ أبي هذه قلت لي ما أعرفتها ومالك قلت لي قلت لي لماذا ومالك ومن المزور قلت لي التربة ومن المائش آخر يتقل لماذا قلب لك وما لماذا نعطل مالك ومالك ومالك يقول قل لي هجيتها بعدها قل لي نا انتك تكتب علينا واحد الكذاب انك مكتي انت قتلتي السيدة قتلتي اختك وجيت الى الدوارة وقتلتي هذك احبو وملي سوولناك حقا حنا كنا انا وباهيجة في الدار الباهيجة عطار فات وهاو ما تذاكره الكار الى كدبتي عبتاني لش حاجة انت مشيتي وجيت قلت يدور في عينيه ملقى ما يقول صاف اللي هو الحاول انه ينفيد تهملي ولكن صاف بتذاكره الكار وما الى ذلك وباهيجة حطاته بوجه تبقى كيشوف اهو اعترف هو لقاعة الخطوط هو لقاعة هذه العزيزة ولكن هو كيفاش قد يعرف بان عزيزة هربات مع هذك هذك حمد اسيلي هو هذك الاب كان عارف بانه مش عارف انه هربات معه عارف بانه بنته كتخرج مع هذك حمد ونبغيها تدوج به بغيها تدوج واحد خر على حسن ما شاف الله هو هذك مربوح صاف هنا الاب كان راجل لقاعة العلاقة بزواج بنته بهذاك مربوح مازي ولكن فيصر لا كان خباره بتيش حاجة ما عمره عارف بانه كانت كذب شئ مع هذك حمد امتى قد يعرفها اللي احتاجت هرب هذك هذك عزيزة من اللي حربات هذك 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 عزيزة حربات ومشا وعن شدار ميدر بحتي فيت عائلة وهذك مربوح الاشارة تهوي راجلها ما كانش عارفها عندها علاقة بهذاك حمد وهذك مصيف تهوي ما كانش عارف كانت عارفة سلمة اختها والام اديها والام ديالها قالت سلمة قالت لي انا ابنتي عارفها هذك تكون حربات غير مع ذلك مصخور والدين تحبب لان احمد فينا وعمر هذك يكون في الدوار وعمر هذك يكون في الفيلاج هذك تكون حربات معها بصخوطها بقاتتها بأهل احتخرج لها وزواجها قالت له سلمة وقالت له اعدك هذك تخرجها شو واحد هذك سلمة قالت له واخه الوالدة ما قلت له شو واحد فين قالت سلمة قالت هالأم ديالباهيجا جب معاها معاها واحد نار وقالت له اختها تكون حربات غير معاها مسخور والدين ديالحمد فينا واحمد بها اللي يكون في الدوار ما كانش مازيان هذك الام ديالباهيجا وباهيجا هي اللي غادقولها هده هده السيد هده المنصيف بالحكم انها كتشده وكتعرفو قلت له اختها حربات غير حمد فينا واحمد كين ديالباهيجا ما كانش نيتفاجأ انها اصلا حمد ما كانش عاد عربة انه اصلا كتعرفو قبل ما تزوج بدك مربوح هو واحد قال هالمسخوط الوالدين هذي شوهاتنا ومع تشنودات لنا خاصة نصفى عليها ألقاها نصفى عليها هو قال لي واناكس كان قلب عليها في مشاتية وهذاك فوقت عنك واناكس بشأن واحد من نهار واناكس ستصبح لأن المنبت ليس بالفرنسي واناكس كان عن السيد مغريبي كانتم معي واناكس تماما وكان خدمتكم اختها نقوم بالغرض للنظام واناكس واناكس جه待って لاندار يوجد حمد لانقص لانقص وضع وضنه قبل أن يكون مجهود يسمى الحضراء سمع صدفة بأن النوارك يغوط على الأم و الأب و الأخوته هذا المسخوط والدين على الحمد خرج لينا و غرم على مره مزوجها و كذا و عرفتهم في نداها و نداها في واحد المنطقة في واحد المدينة هنا هو هز هذه الحضراء و عرفتهم في نداها و خاصة غير هذه المنطقة و قرر أن يقلب عليها فعلا و أذهب و أقلب عليها و أجدهم و أجدهم كارين و أجدهم و أرجع و أحدد النهار الذي ستجد فيه الجريمة و أجد النهار و أجد المناش و أجد المنطقة و أجد المنطقة و أجد المنطقة كأه Bruno سنة و كان فى الظهر و اور Creator من أجد المنطقة و فعلهم التي أرى النهار كان ثمًا لديها فعلا و هناك سنة لديها خرج من الأنقش لأن المطاقة لا تقبل الشميل عندما لا يصمر بأن الم لا يصير من التصميم في الفرار ارجع في البلاسة و قطع الورقة و ارجع هنا يقول حمد ارجع دخل من ورائه بالحساب مفهامه البوليس من بعد طبيع الحال لان السمسارك يقول بان حمد شفته خيرج هربين هالساكو اهرب لان حمد بين ارجع دخل القامرات المقتولة هالساكو اهرب ارجع الدوار لهم كان هذا وصل قبل منه هذا المنصف هذا كان وصل قبل منه يفاش رقعته باهيجا مرعود و مخلوه مارشن واقع ليه حطى ذلك التذاكر ديه الكارت من اياه نهار 13 اليوم موالي 14 بحال موقع غاب يصبح ذلك حمد يفاش يعني يعني يدار من اخو انوار و هرشية اللي بحجرات و كده كده هو قول ملكانو في القهوة كان ذلك منصف حداهم في القهوة و مدوا و مجابوا كان حداهم و حاضي هذا احمد بشي يصف عليه لماذا ندار استاغل الموقع تاع انوار اخوه مضار منه و تواكن من الناس اللي يفكوا من اللي كل واحد راح الحسابي و تفرس كالت القادية و همشى في الطريق دياله غير بواحده هذا احمد انوار كان مشى سابق و مشى لدخل الضار احمد راح كان غادي غير بواحده حسنا راح الحسابي و هو قيد المعد و لكن الروح جيدات له ولا يبان يبان يعني يوسي يتنكر الوعد دياله هادك باهيجات هيا فضحاته وهو هادك تدكتو الكار ما تدامش فيها يعني حطهم ونساهم او الاقال هادو ما غاديش يكونوا عندهم شي قيمة ولايش حاجة ولو رب عمالله من الليك يبغي يفضح للناس يفضحهم باي طريقة مهيانة ما ليناش تقدم العدالة هادا منصيف هادا وتحكم عليه بالمؤبد هنا كنت سألي الحلقة ديالي ديال اليوم كنتمنى انها تنال الرئيسة ديالكم والله يرحم لكم ولدينا الحسن اصغار المتابعة ودومتم اوفيها القناة والسلام عليكم واتنم اطبعي سعال وبركاته